الجزائر تحتضن اللاجئين في مقام الضيوف أربعون ألف لاجئ سوري وأكثر من ثلاث وسبعين ألف آخرين من الصحراء الغربية كان مستقرهم الجزائر التي وفرت لهم العيش الكريم المأوى رعاية صحية وتعليم الجزائر كما تعرفون أيضا استقبلت حوالي أربعين ألف لاجئ سوري وهنا وقدمت لهم الحماية اللازمة لنعطى بارط ضيوف فما دارسنا ثانوياتنا تكميلياتنا جامعاتنا كانت فيها والطالباء لتمتعوا بحقهم في التعليم أيضا في الرعاية الصحية إلى آخرين جزائر أيضا تقدم المساعدة والدعم والتعاون للصحراويين في مخيمات اللاجئين بتندوف مساعدات ودعم لم تبخل الجزائر يوما في تقديم هذه اللاجئين الصحراويين بمخيمات تندوف علاوة على الربط المتواصل بالكهرباء والصهر على إقامة البنى التحتية لتوصيل المياه للمخيمات فتح المدارس والجامعات أمام قاطنها توفير الصحة والنقل بالموازات مع تسهيل وصول المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة لهذا تمت الجمعية العامة وفقت على معاهدة أو ما يسمى بميثاق اللاجئين العالمي سنة 2019 وهذا من أجل تكثيف جهود الدول لمعالجة هذه الظاهرة من أجل أول حماية هذه الفئة وتسهيل عملية رجوحهم إلى أوطانهم في إطار من الكرامة والإمن 26 مليون لاجئ حول العالم يبحثون عن العيش الكريم في وقت تعمل فيه الجزائر على تكثيف الجهود الدولية لمعالجة هذه الظاهرة بشكل تضامني لحماية هذه الفئة في إطار الكرامة والأمان